اشتركوا في القناة ما هو السر الذي جعل سيف الدين قطوز ينتصر في معركة عنجالود لا بد أن نبحث عن ما وراء الأخبار أن نبحث عن الكيفية التي صار بها الحدث من الناس من يمر بالخبر دون أن يتأمله هذا لا يستطيع أن يستفيد من الأحداث ومن الناس من يقف عند الخبر ثم يسأل سؤالا لماذا حدث هذا الأمر وكيف حدث هذا الأمر وما هي الأسباب والمقدمات التي وصلت إلى هذا الأمر هذه أمور مهمة جدا ينبغي أن نكون ممن يدقق وينظر ويتأمل فديننا يحثنا على هذا يحثنا على التأمل وعلى التفكر وعلى التدبر فنحن أمة إقرأ نحن أمة التأمل والتدبر لعلهم يتذكرون أفلا يتدبرون وغيرها من آيات في كتاب الله تبارك وتعالى تعالوا بنا نعرف الأسرار التي مكنت المماليك دولة المماليك من الانتصار على أعدائهم وكيف أنهم أزاحوا ذلك الضيم والظلم والعذاب بسبب المغول والتتار كيف استطاعوا أن يهزموا المغول والتتار كيف استطاع هؤلاء المسلمون أن يأخذوا بأسباب أهلتهم إلى أن ينتصروا على المغول والتتار المغول والتتار الذين قاربوا أكثر من أربعين سنة في انتصار ولا انتصار ورعب عم العالم بسببهم كيف ثبت المسلمون أمامهم كيف انتصروا عليهم في أي جالوت مهم جدا أن نتأمل الأسباب وأن نعرف عن المماليك الذين قادوا المسلمين لذلك النصر كثير يسأل من هو سيف الدين القطز وكيف تأهل إلى هذه المؤهلات فكان سببا في نصر الإسلام المسلمين تعالوا بنا إلى أسرار التربية التي تربى عليها سيف الدين القطز والتي تربى عليها الظاهر بيبرز والذي تربى عليها قادة المماليك الذين صاروا قادة وأسسوا دولة ما هي الأمور التي تربى عليها تعالوا بنا إلى كتب التاريخ لتخبرنا عن المرحلة الأولى التي يتربى فيها أطفال المماليك وهي التي تبدأ من الصغر إلى سن البلوغ حيث كانوا يجلبون الصغار وكان بداية المماليك يأتون بهم تحقيقا لرغبة الملوك والسلاطين ثم يوزعون طبقا للقلعة التي سيذهبون إليها سيكونون حامية أسكرية مدافعين عن السلاطين لا سيما في عهد الدولة الأيوبية لو مقام نجم الدين الصالح أيوب بجلب مجموعة من المماليك فكان هؤلاء المماليك وغلبهم يتكلم باللغة التركية أو لغات غير عربية كانوا يتدربون وينشأون منذ صغرهم على الدين وعلى الأخلاق وعلى القرآن شيء عجيب مرحلة مهمة جدا في تاريخنا لنستخلص منها الفائدة المرجوة فواصل يسير ونواصل بتيسير قدر حياكم الله أخوات الكرام حياكم الله أخوات الكريمات ما زلنا مع هؤلاء المماليك الذين جعلهم الله سببا في انتصار الإسلام كيف تأسسوا كيف تربوا منذ نعومة أظفارهم وهم يعلمون ويربون على الدين والأخلاق والمحافظة على الصلاوات الخمس منذ صغرهم وهنا مهم جدا اعتماد التربية من الصغر فالتربية والتعليم في الصغر في الصغر كالنقش على الحجر ومن تأخر عن هذا السن في التربية فإنه قد فاته خير كثير كالشجرة إذا أردت أن تقيمها بعد أن كبرت لا تستطيع وينشأوا ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه مهم جدا التربية في الصير وهذا سر من أسرار تميز المماليك فكانوا يعودون على الأخلاق وعلى التربية وعلى المناهج الإيمانية تعالوا بنا إلى استعراض مجموعة من المعاني التربوية التي تعلموها في صغرهم ما هي هذه المعاني؟ كما تذكرنا كتب تاريخ أول معنى كانوا يعلمون عليه أن الله جل وعلا منزه عن نقائص موصوف بالكمالات قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد هذه أعظم خطوة أولى ولبنة أساسية لبناء تصور هؤلاء القادة إذن التوحيد الخالص التعلق بالله معرفة الله بصفاته الكاملة من غير تشويه ومن غير نقصان ومن غير إعطاء حق لله لغير الله هذا المعنى الأول الذي تربى عليه المماليك كذلك يربون موضع صغرهم أن الله جل وعلا هو الذي ينعم وما بكم من نعمة فمن الله إذن هناك تعلق بالله تبارك وتعالى هناك تعلق خوفا وطمعا رجاءا ورهبا كما قال جل وعلا عن أنبياء المرسلين يدعوننا رغبا ورهبا كذلك يعلمون أن علم الله محيط بكل شيء سبحانه وسع علمه كل شيء وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه ويعلمون في المناهج الدراسية في التربية يعلمون أنه سبحانه لا يخفى عليه شيء كل شيء تفعله الله يعلمه إذا خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب التربية الإيمانية من أعظم الأمور التي تهذب فيها النفس البشرية كذلك يعودون ويعلمون أن الله يبتلي عباده فيجب أن يصبروا وأن يحتسبوا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أي يختبركم أيكم أحسن عملا وهو اللطيف الخبير سبحانه كذلك من المناهج التعليمية التي يعلمها أولئك أن الله جل وعلا يوفق ويؤيد وينصر من يلجأ إليه هنا تعلموا التوكل على الله هل انتهى ما جاء في تعليم أولئك الممالك كلا لأن في ذلك لقاء قادم إلى ذلك الحين نسعدكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته